الأكل المتوازن لازم يكون متنوع من بازي وش على نوع واحد من البروتينات هادي كلكو سواء واحد يأكل غير لوحهم الحمراء ولا يأكل غير الحوت كل يوم ولا سوف غيرك عندهم قيمة غذائية كبيرة لوحهم الحمراء اي تو وغنيين بالمعادن وغنيين بالبروتينات ستاغا بصح تاني فيهم نسبة كبيرة من الدهون ومشي ما يكونش غير منصحي ومتوازن أنه تأكلهم كل يوم بلك مرتين في الأسبوع ولا وش نقدر ننصح أنه ينوع من البروتينات كامل كل حيوانية كل نباتية لازم كل يوم يكون عندنا جرعا من البروتينات ناخدوها بصح ننوع المصدر مرة بيد مرة طن مرة اسكالوب دو بولي اتساة المهم يكون تنوع جميل جدا من نسبة الأطفال أيضا اللي ميحبوش يتناولون اللحوم خاصة إنه الأمهات الجزائرية تعاني مع الأطفال في النظام الريضائي وش طيبة لهم ما يكونوش فيها الحالة وشن هو الحل؟ بون ديجا الأطفال فقال أنواع تغذية وش ميكونوش يحبو في البروتينات ولا أي حاجة ننصح الأمهات أنه متفشليش مشي تحطيهولو مرة مكلاش شو بندون لازم تعاودي تسي مع أشاك فاحتا يأكلوه ولا تقدر ديرو مفروم ولا تدخلو داخل إنسوب ولا ترحي يلزع ما الدجاج ولا ترحيه داخل إنسوب تدخل بيت أوملات مع الليجوم ولا غراتا ولا هكا حتى يبدأ يوالفو مهم بزاف البروتينات للأطفال لازم حتى يأخدو بصقران في مرحلة نومو الأطفال والمراهقين في مرحلة نومو وكم البروتينات الأنسيجات نظر الأطفال يسحقوا ببالك حتى 1.5 إلى 2 جرام بكيلوغرام في اليوم من البروتينات في اليوم؟ نعم نعم